ترجمة نانسي قنقر وحذرت الوزارة من أن استمرار القتال سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وطلبت المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني والدفع بجهود العملية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر